السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد متتبعي قناة مقاوص فكنت مننا ان شاء الله تكونوا كلكم باخر وزعتكم مرة اخرى فيديو جديد ومحتوى جديد كانت مننا ان شاء الله هنا الاعجاب ديلكم كيف كانت مننا يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي اليوم قد نقترح لكم فطائر ملحين كيجيوا ورائعين كاقتراح بسيط جدا اقتصادي وكيجيوا ورائعين هكذا نحتاجوهم في رمضان ان شاء الله يا ربي دكتب واحد العجينة اللي غدي تحتاجوها بزف بزف رمضان ولكن قبل ما بدا الوصفة اليوم بايت نشكر جميع الاخوات اللي ادعوا معايا بالشفاء اللي هلا يخطيكم عليها شكرا لكم البنات بزف الحمد لله انا ده باب صحة جيد ورفضر كي يرجع الله سبحانه وتعالى والدعوات ديلكم اكيد فقد نبدأ معكم البنات بالعجينة اللي غدي نحتاج لاربعات لكوس دقيق الابيض ممكن تستغنو على الفينو اذا ما توجدت عندكم وتعملو خمسة دل كيسا دل دقيق الابيض غنحتاج للملعقة صغيرة مش عمراء دل ملح وملعقة صغيرة عمراء سكر حبيبات ممكن تستغنو عليها اذا بغيتو جوج معلقة صغيرة دل الخميرة الفورية كيف كتشوفو او الخميرة عجينة وملعقة صغيرة دل الخميرة الكيماوية كيف كتشوفو عمراء وغادي نحتاج للوحد العلبات ديورت طبيعي ممكن تعملو غير النصف ديالة اذا بغيتو ماشي بالضروري تعملوها كاملة مثل النصف ديالة كافي وكيعطي واحد ناتجة اللي هي مزيونة بزف غادي نجمع هاتشي كامل بربع لتر دل ما اللي غادي يكون عادي المد قريفو يعني بارد غادي نجمع العجينة غير باطراف الاصابع كيف كتشوفو وغادي ندلك غير شوية لازم العجينة تكون خفيفة شوية او تكون طرية كيف كتشوفو تقريبا يعني عملت هاد ربع لتر كامل شي يتمنوا واحد شوية والعجينة كتكون طرية كيف كتشوفو كندلك ضروري ما ندلكوها هاد العجينة وخا غير شوية تقريبا غير واحد ثلاثة دقايق هكذا وخا تخليها كتلتسق فانا كيف كتشوفو عندي باقة كتلتسق يعني ما دلكتاشي مزيان ولكن غير حاولت نسبك شوية غادي نمو ضعف واحد لقيناء ونخليها حتى تخمر مزيان مزيان وضعف الحجم دياله هاد العجائن هادولي كيكونوا في حالة شكل هادو السر ديالهم هو في الختيمر كل ما خمرت العجينة ديالكم مزيان كل ما كتعطيكم نتيجة اللي هي افضل فكيف كتشوفو هادا شكل ديالهم بعد ما خليتها ساعة بالضبط حتى خمرت وخلجها وسخون كيف كتشوفو اللي تشوفو العجينة كتعملكم في حالة الخويطة هادو عارفو انه غا تعطيكم واحد النتيجة اللي هي مبهرة ومرضية بزف بزف فغادي نوضع هكذا سطح العمل غادي نرشو بالقليل الدقيق فقط غير شوية البنات باش ما تقصح شي معاكم العجينة العجينة غستكون طرية باش كتجيكم هكذا قطنية واسفنجية بزف بزف فغادي نقسم هكذا العجينة ديالي غادي نقسمها انا لاجوج واحد النصف غادي نستعملو دابا وواحد النصف اخر غادي نحتفظ بها هكذا غادي نحتفظ بها في المجمد هاد العجائن هادول البنات ممكن تعملوا واحد الكيمية ديال كيلو اذا بغيتو وتعملوها في العجانة ايضا اذا كانت متواجدة عندكم ما كانت متواجدة ممكن تعملوها غير بيدكم تقسموهم وتحيدوهم في المجمد دائما كنقول لكم هكذا يعني ما يكون عندكم الوقت تعملوا واحد الكيمية اللي هي كتيرة واحتفظوا بها في المجمد هكذا مرة اخرى كتخففوا عليكم الشغول شوية فسف في كيف كتشوفوا طلقتها بواحد السمك اللي هو معتدي المشي رقيقة بزف تقريبا واحد من نسب الميلي متر وصافي وادي ندهناء بسلصات البيتزا انا هادي عندي موجودة يعني كانش غير هاد كده رضو ما هكده عيشة معروفة اي مركة مش ضرورة عيشة ولكن كانفضل هاد النوع هاده مو ميدا بغيتو زع ما تستعملوه كتعمل غيش يتسعود دراهم هكذا صافي ولا عشرة دراهم كنا نطلق السلصة بها تشكل هاده فحالي كندها اللي عجينا دي علي وكن نرشاء بالجبن يبقى لكم الجبن البنت اي نوع دل الجبن متواجد عندكم تعملوه انا هنه عندي الموزاريلا لانه هو اللي يكون توجد عندي بزف فس تعملته هو كانت توجد عندكم الجبن الاحمر تعملوه هنا عندي نصفحة بعض البصلة صغيرة مشلدة مع شوية الزيتون الاخضر مع شوية الزيتون الاسود فقط كيف كتشوفوا الحشوة بسيطة جدا ولكن هاد الفطائر هادو كيجيو صراحة تحفة 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 زيتون الاسود هاد الفطائر ممكن تعملوه هم غيب اريد بغيتو هاكدا بسلسة للبيتزا الجبن وشوية الزيتون فقط سافي غدينا نرش الزيتون الاسود هاده هو اللي قطعتو رقيق هاكدا ممكن واحد الرشة هاكدا صغيرة تحفة او ازير او زعيترة او اي حاجة عندكم تكتافيو غير بهاد شي ويجيوكم الفطائر غزلا تحفة 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 سافي انا عندي هنا واحد اللات تددتون او بالاحرية مشيتون الكاباية هاديك اللي كتكون طويلة قطرتها مزيتلي فيها وادينفتتها كده فق منا بهاد الشكل هاده كيف كتشوفوا هي كتبقى مجرد فكرة البنات ممكن تستعملو تعملو فيها هاد الحشوة هاده كيكونوا يعني اختياريين انا مجرد كنعطيكم واحد الفكرة وكيف قالكم توما تبرك الله حدقات ما شاء الله عليكم كل وحدة كتبتاكر هاكدا للأسرة دياله فهي مجرد فكرة اللي اللي هاكدا وهي العجينة لان بزاف الاخوات ما كستقلو مشي العجائن فانا كنحاول نعطيكم اللي مضبوط هو العجينة باش ديكم قطنية واسفنجية والحشوة لكم الاختير صفي كنلويها هاكدا بهاد الشكل هاده على واحد الشكل قاضيب اغير بشوية اغير بشوية اغير بشوية اغير بشوية بشوية الياه هاكدا فاحنا كنحتاجو بزاف هاده هاد العجائن اللي كيكونوا هاكدا او هاد الفطائر اللي كيكونوا بحالك دا كنحتاجوهم لبيتزا لأي حاجة لبناس وكنعاود نذكركم انا كنستعملو هاده بالنسبة اللي حلو وحتى المالح فغادي نقطع هاد الجوانب غادي نحيدهم وغادي نخلي هادك اللخرانية ديك القطع اللي لويته اللخرانية ديك الحافة غادي نعمله لتحت عاده نبدأ نقطع فانا غادي نقطع هاكدا بواحد الخيط ممكن تقطعوتو ماء بالسكين هاد الخيط هاده البناس ماشي الخيط ديال كوزينة ولا شي حاجة هاده خيط عادي غير هو من النوع اللي كيكون شوية سميك يعني ماشي من اللي يرقيق بزاف كيكون دغيك يتقطع هاي واحد البوبينة هكدا دي الخيط هادي كنقطع بها وكتقطع بشكل جميل حسن من السكين كتسهل عليكم بزاف بزاف صفي هكدا كنحشيها وكنجبد واحدة على اليمين واحدة على الشمال كنخلفهم وكنجبد بهذا الشكل هاده وكتقطع العجينة تقريبا هنا عندي واحد واحد السنتيم هاكدا سمحولي قبيلة تقول لكم العجينة واقيلة واحد نصف ميلي ميلي متر سمحولي كنظل نصف دي السنتيم غير نصف دي السنتيم هاكدا صفي و باش ما كتجيني شرقيقة بزاف صفي من بعد ما كنقطع العجينة ديالي هاكدا كيف شفتو كنضغط عليها شوية بيدي كنحاول غير انقدة هاكدا ماشي كتضغط عليها بزاف ولكن غير شوية هاكدا باش كنجيبو الشكل دياله دائري وفي نفس الوقت ما كيجيونا شي الفطائر منفخين بزاف لان العجينة بقي كتخمر وفي نفس الوقت في الفرن كتزيد تنفخ باش ما كيجيونا شي عالي بزاف صفي هذا الشكل ديالهم كيف كتشوفوا بساطين البنات ولكن البنة اللي فيهم ما نعود لكم شي عليها تجربوه ان شاء الله هتردوا علي الخبر صفي فهد الوقت هنا كندخلوا من الفرن كيكون مشعول وماشي بالضرورة مسبقا ولكن على درجة حرارة 200 مشعول من تحت ومن فوق وكندخل صينية ديالي في الواسط كنسنا عليها حتى كيتطيبو كيف كتشوفو وكيتنفخو كيتحمرو كيجيو وراء يعني كيجي شكل ديالهم جميل وحتى الماداق ديالهم كيجيو البنات فنين رغم انني ضغط عليهم كيف شفتو البنات فهو مارطبين بزاف بزاف إذا قطيتوا بهم منفخين شوية ما تضغطوش عليهم بزاف حالي ضغطت علي كيجيو رائعين البنات ضروري ما تجربوهم كيجيو روعة وحتى الماداق ديالهم جميل جدا وبنين رغم انني ما عمرتهم شي بشي حاجة كيف شفتو حشو اللي هي بسيطة جدا فكنش تتمنى ان شاء الله تجربو الوصفة اليوم وتنال الاعجاب يدلكم اذا عجبتكم ما تبخلوش عليهم بجام تعليق ومشاركة الوصفة مع الاهل والاحباب باش تعم الفائدة واذا كنتوا قدروا قناتي الاول مرة اشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد ما تنسوش البنات لايك وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحة ورحة وإلى اللقاء فيديو آخر ان شاء الله شكرا